اهلا بكم في الموجز الرياضي اعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اسماء اعضاء اللجنة والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم بعد اعادة تشكيلها واختر العواج محمد بخيت للعمل معه مقررا للجنة بالاضافة الى عضوية كل من محمد النوفل وحسين المغامس وفهد الملحم وعزيز الشريف واختتم الاجتماع بتوصيات سيتم رفعه لرئيس الاتحاد لاعتمادها ومن المقرر ان يستمر عمل اعضاء هذه اللجنة تسعين يوما وهي المد التي حددها اتحاد الكرة لاعادة هيكلة الاتحاد اعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للفرق المشاركة في دور أبطال آسيا حالة أهلهم لثمن النهائي وسعت اللجنة الى تحقيق رغبة اندية الاهل والهلال والتعاون في تقديم مواعيد مبارياتهم في دور ثمن النهائي في حال تجاوزهم دور 32 عن الموعد المقرر في 23 و 25 فبراير لتداخلها مع الجولتين الاولى والثانية من دور أبطال آسيا فيما طلب الفتح اقامت مباراته في ذات الوقت المقرر لارتباطه بمبارات الملحق الاسيوي اعلن نادي الهلال رسميا تعقده ملعب الضفرة السوري عمر خريبين بنظام بنظام الاعارة لمدة 6 اشهر دون الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية الجدير بالذكر تواصل في النشرات السابقة مع رئيس نادي الضفرة صالح المزروعي الذي اكد خلال اتصال هاتفي عن وجود مفاوضات هلالية لللاعب السوري وانه خلال ساعات سيتم حسم هذه الصفقة وهذا ما تم في الحقيقة نعم وصف نادي سالم نادي الهلال بخصوص تعارف اللاعب عمر خريبين وكان هناك عرض سابق من نادي الوحدة الاماراتي بخصوص نفس الموضوع بعد تعارف اللاعب وحاليا اللجنة الفنية تدرس العربين وراح ان شاء الله اليوم يمكن نتوصل الاتفاق يرضي جميع الاطراف يعني سوان اللاعب او النادي او النادي الاخر اتفاق ساعات اللاعب تعاقدت ادارة نادي الاتفاق مع لاعب الوسط الاسباني خوان ميكالي خون القادم من نادي بوليفار البوليفي وتعاقدت الادارة مع اللاعب بعقد امتد لمدة عام ونصف وسيصل اللاعب الى الدمام الخميس المقبل لاجراء الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي اكدت ادارة نادي الرائد انها اودعت اليوم راتب شهر نوفمبر في الحسابات البنكية للاعبي الفريق الاول لكرة القدم والاجهزة الفنية وكافة العاملين بالنادي واشارت ادارة النادي ان هذه الخطوة تأتي سعيا منها لاكمال متطلبة التسجيل وحل جميع القضايا التي تقف عائقا امام قيد اللاعبين في الفترة الشتوية لدى لجنة الاحتراف واوضاع اللاعبين اعلن نادي باير ميونيخ الالماني تجديد عقد نجمه اارين روبين لمدة موسم واحد ليستمر الجنح الهولندي في الينزارينة حتى الصيف 2018 واعرب الرئيس التنفيذي لنادي باير ميونيخ عن سعادته بتجديد عقد روبين قائلا انه واحد من افضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم ومن جانبه ابدا روبين رضا بالتجديد موضحا انه سعيد للبقاء عام اخر مع باير ميونيخ مؤكدا بانه واحد من افضل الاندية على مستوى العالم